المزيد من المعتقلين في سجون تركيا من المعارضين للعملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة شمال شرقي سوريا فبحسب الإعلام الرسمي التركي اعتقلت قوات الأمن 46 شخصا في مدينة أضنه جنوب شرقي البلاد على خلفية انتقادهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي التوغل التركي في سوريا ووجهت إليهم السلطات اتهامات بالتحريض على الكراهية وإهانة الدولة التركية وتشن تركيا حملة قمع واعتقالات داخل البلاد ضد المعارضين للعملية العسكرية في سوريا حيث اعتقلت 121 شخصا الشهر الماضي إضافة إلى التحقيق مع 500 آخرين بتهمة التحقير من شأن تركيا حسب ما أعلنت وزارة الداخلية التي هددت بالمزيد من الاعتقالات وخلال الأشهر الأخيرة تعرض حزب الشعوب الديمقراطي المعارض ثالث أكبر أحزاب البلاد لحملة قمع شديدة وأعلن عن اعتقال رؤساء بلديات ينتمون له بعد إقالتهم بسبب مواقفهم المعارضة لسياسات أنقرة وخاصة عدوانها على الأراضي السورية على سرحان العربية اشتركوا في القناة